السلام عليكم ورحمة الله. هنشرح الجوجل فومز. الجوجل فومز هي احد الابس من قبل شركة جوجل. عشان هيك لما احنا نشرح الجوجل فومز لازم يكون في عنا احساب جيميل. اه ليش بتستخدم الجوجل فومز بشكل اساسي? احنا بنستخدم الجوجل فومز بشكل اساسي. اه طبعا احنا بنستخدمها كاداة لجمع البيانات لجمع الدياتا بشكل عام. يعني انا ممكن اعمل من خلاله صافي. وهذا الصافي انا من خلال الوابط انا اشاركها على الفيسبوك على السوشال ميديا بشكل عام او على اي ويبسايت. وبحيث المستخدم يكون قادرة على ادخال البيانات على هذا الصافي على هذا الاستبيان بالزاد في البحث العلمي اه من خلال الجوجل فومز. ايضا انا ممكن اعمل اكويز كمان اجمع للطلاب لمجموعة من الطلاب من خلال الجوجل فومز. فهذه الاستخدامات الاساسية للجوجل فومز. وهنا بستخدمه كاداة لجمع البيانات. وايضا هو معتبط بالسبريد شيت اللي من ضمن تطبيقات ايضا بوغل. الان في مجموعة من الديتا تايمز اللي احنا بنستخدمها مع الجوجل فومز. طبعا الشرح الديتا تايمز ستكون بشكل اوضح لما احنا نعطي اقزام بالشامل يشمل كل هذي الديتا تايمز. ولكن على سبيل المثال في عنا الشورت انصر. في عنا البيانجراف. في عنا من ضمن الديتا الديتا تايمز ايضا الملتابل ايضا من ضمن الديتا تايمز الديتا تايمز و الملتابل ايضا الديتا تايمز الموجودة عنا الانواع كلها سيتم شرحها بالتفصيل في الجانب العملي هناخد اكزامبل تطبيقي يشمل كل هذي الدياتا تايز بصير شكلها بصير شرحها اوضح بهذا الشكل جوجل ي 라는 جوجل لجميل ثم semester اضع الم賽د لل mass معملي هذه هي جوجل ابل تعاني والوزر و bond المابكي ابل التطبيقات الموجودة البحث بتکيت عملي الوزر لاجميل سوف ات بشكل عام الان احنا موجودين في الجوجل دايف طبعا الجوجل دايف بيعطينا مساحة تخزينية لحد 15 جيجا بيتم تخزين الجوجل فوم مباشرة على الجوجل دايف من ضمن المساحة التخزينية طبعا هو ايضا مطبط بالجوجل دوكس والشيتس والسلايتس اه تمام الان حاوح على الجوجل فومز في الجوجل فومز احنا ممكن نشرح الموضوع من خلال المثال التطبيقي يعني نفترض انه انا بدي اجمع بيانات من الناس اللي هتقدم اه لوظيفة في المؤسسة ما فممكن انا اعطي عنوان لهذا الفوم اسمي مثلا job application ممكن انا اوصف هذا الابليكيشن لايش بالضبط فامو فاوصف مثلا this application design to apply for جيوزالين مسلا اسم الشركة مسلا company jobs مخصص عشان انك انت تقدم من خلاله لوظائف في شركة جوزالين في عندي هنا عنوان للنموذج untitled طبعا هو العنوان لما اعمل انا كليك عليه by default هياخد التايتل اللي للفوم منها فاصبح عندي الفوم الان حيتخزن على الجوجل دايف باسم job application طيب ايش هو السؤال ممكن احنا نسأله مثلا ممكن نسأل what is your name نحاول ناخد احنا مجموعة متنوعة من الاسئلة بحيث نغطي كل انواع ال data types اللي موجودة عندي لما نواحد نجاوب على السؤال what is your name اكيد هو يجاوب الاجابة مش رح تزيد عن سطر او اقل فبالتالي ال data type المناسبة هي short answer الان ممكن اسأل كيف تضيف كمان سؤال ممكن انا على الزائد هنا اعمل click ويضيف لي كمان سؤال اسأله مثلا السؤال التاني what is your agenda الجندا طبعا حيكون عندي يا اما ميل يا اما حيكون عندي في ميل طبعا هو يعني by default هو حيختار عندي الملتبل جويس يعني اول ما شاف جندر فهو حدد ال data type الاقرب لهذا الموضوع هي الملتبل جويس فالملتبل جويس بيتيح الي باستخدم لما يكون السؤال انه في عندي مجموعة اجابات ولا بدي اختار اجابة واحدة فقط واختيار احد الاجابات ينفي اختياري للاجابات التانية فبالتالي النوع المناسب هو عندي رح يكون الملتبل جويس طيب قبل ما نكمل احنا نحاول نفهم الفكرة الموجودة عليها الابليكيشن نحاول نعرض ال data اللي احنا عملناها لغاية العام اه الان في عندي انا في خانة ال questions يعني انا قاعد باصمم النموذج وانا في منطقة ال questions الاجابات لما الحد يجاوب على النموذج حتيجيني الاجابات هنا طبعا ما فيش عندي حد عبه النموذج في بالتالي zero responses بيحييلي النقطة الثالثة المهمة انو انا كيف هذا الابليكيشن بيعرض لليوزر بيعرض للمستخدم انا هاجي هنا اعملي preview اعملي click عليها بروح بعملي preview لمن لهذا الجوب امليكيشن فراحضوا المستخدم لما نيجي عب النموذج رايح يشوف الفوق بهذا الشكل جوب امليكيشن والوصف what is your name هانا حيكتب اجابته what is your agenda هايختار هانا ميل او في ميل لاحظوا انو هانا short answer وهادي النوع ها multiple choice حيامل بعد هيكة submit لمن لايجابته طيب انكمل تصميمنا لنموذج ممكن اضيف كمان سؤال عندي هنا من ضمن الاسئلة مثلا الparagraph مثلا ممكن ان اقول له describe your job related skills اوصف للمهاراتك اللي لها علاقة بالوظيفة اللي انت قاعد تقدم عليها وقت هانا حاختار يعن لاحظوا انو حتى لما حكينا describe فحاختار data type by graph الparagraph يتيح الي الفقرة اللي جابة تبقى فقرة مش مجاهد فقط short answer زي what's your name لو جينا اعملنا هنا الparagraph اعملنا الparagraph اعملنا الparagraph اعملنا الparagraph اعملنا الparagraph لاحظوا انو قال لي describe your job related skills ممكن انا اوصف زي ما بدي هنا بيتيح الي مجموعة من الاصطر عشكل فقرة بيستوعي بالاجابة مني طيب نشوف كمان بعد هيك نضيف كمان سؤال اه نضيف سؤال تاني من الزائد هنا اه what are مثلا what are your what are your hobbies ايش هواياتك هنا ممكن انا يكون في عندي اكتر من اجابة او ممكن يختارهم اكتر من اجابة يعني الاخطار ذات الطيب عندي تكون عبارة عن checkbox من ضمن مثلا هواياته لو قلنا مثلا reading مثلا swimming من ضمن الهوايات مثلا عندي running رياض تجاري لاحظوا ان هو بيتيح الي ان انا استخدم اكتر من اجابة لو اجينا هنا على ال preview اعملنا preview reload هاي ال checkbox ممكن انا اختار اكتر من اجابة في نفس الوقت او اختارهم كلهم او اني ما اختار ولا اجابة هذا بيعتمد على اذا كان الاجابة على هذا السؤال مجرد هذا حنشرح ان شاء الله كمان شوية طيب نضيف كمان سؤال تاني drop down مثلا نضيف سؤال هنا على drop down ممكن نسأل مثلا سؤال where do you live وين انت مسلا ساكن واقسم اقول له هنا عندي نوع السؤال drop down واحدد له مناطق القطاع غزة مثلا north او gaza او middle او خان يونس او رفع طب لو عملنا الان بري فيو نشوف كيف شكل اجابة رايح يكون موجود معايا نعمل reload لل former ثانية where do you live جاب لي اياها عبارة عن drop down ومحدد له الخمس مناطق اللي في قطاع غزة نضيف كمان سؤال تاني ناخد نوع data type تانية مثلا ناخد date اسأل سؤال العلاقة بال date مثلا نسأل مثلا what is your very day time فال data type لاحظوا يعني الاول ما اه اه اختار ليها عبارة عن date لو عملنا برضو بري فيو نشوف كيف شكل الاجابة رايح يكون عبارة عن date ويسمح ايدي ان انا اختار date المناسب اه نضيف كمان سؤال ذو علاقة مثلا بال time اه مثلا نقول له اه at any time do you like to walk على سبيل المثال اي وقت انت المناسب معاك انك انت تشتغل في اكتر من shift مثلا موجود في الشركة فبالتالي ممكن احددوله الوقت المناسب بناء على هذه الاجابة على سبيل المثال فبالتالي احنا اختارنا نوعها time اه طيب في عدد ضمن data type ايضا الفايل upload فانا ممكن اطلب منه من خلال نفس النموذج اضيف كمان سؤال او اقول له اه upload your cv and حمل لي cv في نهاية الطلب اجي هانا اختار ايش نوع ال data type file upload في file upload بدي انا احدد بعض الخصائص لها الى الفايل وبعض destructions على file upload فا اقول له continue بعد ما يحمل عندي بيقول لي allow only specific file times يعني اسمح بنوع معين من الملفات ما تسمح بكل انواع الملفات اقول له اوكي طبعا هذا الصح انو انا ما اسمح لكل انواع الملفات فبالتالي انا اطالب منه هانا اعبي انو يوفع cv فبالتالي صيغة cv ممكن تكون مثلا document ممكن تكون pdf فقط مش اكتر من هي طب maximum number of files قديش العدد الاقصى للملفات الممكن يحملها هانا هاقول له حمل ملف واحدة انا هي cv واحدة اما ملف bdf اما ملف document طب قديش حجم الملفات انا لاحظوا هذا كله بياخد عندي من المساحة التخزينية فبالتالي لازم انا نحدد الحجم الملف اللي ممكن هو يعمله upload ما يزيد عندي عن 10 ميجا ما اعتقد 10 ميجا لملف cv كافي جدا انه هو يحمله ويكون شامل لكل المعلومات الآن ممكن احنا نضيف كمان سؤال نقول له مثلا انه upload your certificates انا بدي احمل كمان شهاداته من ضمن الابليكيشن اللي عندي بعضه حقتان نوع file upload احدد الآن مجموعة ايضا من الخصائص بنيها specific body data type اما تكون documenti اما pdf ممكن اسمح له كمان ان يعمل مسلا العامل هو scan للملفات فاسمح له ايضا بنوع image طيب قديش ماكسمم نضبه للملفات اللي ممكن يحملها هو ممكن يحمل لحد 10 شهادات مثلا وكل شهادة مثلا ما تزيدش عن 10 ميجا كحد اقصى لاحظو بيتيح الي مساحات تخزين عالية جدا لكن ما في داعي تبقى اكثر من 10 ميجا بالنسبة للشهادات الآن لو اجينا اعملنا هنا refresh نشوف ايش عندي التغييرات اللي صاد time بيسمح الي ان انا ندخل time file upload 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 your cv ممكن انا احمل ملف cv upload your certificates ممكن احمل انها مجموعة من ال certificates طيب الان الفورم هذا الان فاضي فاضي الفورم هذا لو انا واحد قلت له صمت مثلا لاحظوا انه هو بعت لانه بعت النموذج لو جينا هانا نشوف ال responses صار في عندي واحد responses اجد طلع عن نموذج zero فش في اي بينات فش في اي ملفات وبالتالي هذا خطأ لازم انا يكون في عندي اجبار للمستخدم على ان يحمل الملفات الاساسية على الاقل ما بيصح انه هو ما يكونش ما يكونش اي فيلد من هدي الفيلد فحنيجي هنا نقول له مثلا النام اساسي كل اشي اساسي بدي اقول له هذا يعني ممنوع انت توحى السؤال اللي بعده الا لما نتدخل هنا اسمان هنا مثلا لجندة مثلا ممكن يكون مالوش علاقة كتير مش معلومة اساسية عندي ممكن مثلا السكيلز اساسية فبالتالي اقول له ممنوع توحى السؤال البعض الا بعد ما انت متجاوبني على هذا السؤال الهبز مثلا ممكن اعتبرها مش كتيرة اهمية الواردو يليف مكان السكن مثلا ممكن ما يكونش كتيرة اهمية البرث ديت مثلا اساسي يعتبر عندي عشان بتضعف مثلا عمر متقدم بالنسبة للتايم وقت الشهور يعتبر معلومة اساسية عشان اشوف بدي حطه في اي شفت مثلا على سبيل المثال السي في طبعا بعضه تعتبر اساسية عشان انا من خلال فرز السي في بعد هي كان اعمل واشوف ايش بدي اعمل في المقابلات مثلا هذه البيانات لازم يكون في عندي مجموعة من الداة الاساسية تكون لاحظوا الريكويرد بيحط عليها نجمة حمرة فوق السؤال الان لما اريد اعمل الان لما اريد اعمل اريفريش او اريد اعمل اصمت لاحظوا السؤال اللي عليه النجمة معناته لازم اعبي هذا السؤال وطس يوهنيم لازم انا ادخد الاسم هنا وإلا مش هيسمح الى النوحة على مين على الحق للي بعده يو جندا لاحظوا لو ما عبنا برضه هو مش معلومة اساسية لانه ما في عندي اشارة حمرة عليها نجمة الحمرة بحيث انه لازم انا اعبيه لو انا بنت اتجاوز مثلا هذا السؤال على السؤال اللي بعده ايش حكالي هنا لازم انا اجاوز على هذا السؤال قبل موح على السؤال البعده مثلا انا اقوله على سبيل المثال ايهاف اكسلانت انجليش language language skills اى ايضا هكامل وط quella يرهبه لحظ onuهادا السؤال في شعر اى المخطرة همر است طاع ف ممكنforce على السؤال اللي بعده مش هيعترض يقلف للاثمين لازب ندهل هذا السؤال اقول له مثلا يا ذا مالغ Violin Plaza ممكن هنا اقول له سويمينج ارجع احكي له سويمينج اختار عندي تاريخ الميلاد المناسب عندي هنا السنة والشهر وهنا عندي اليوم الهم يقول اختار طايل اذا كان اختار طايل الساعة عشره تمالا هو الوقت المناسبا اقوله ادتو الدوليةنتمر ان هنابدفهم الان يسمح الي احمل احد احد نوعين من الملفات اما ملف بيكون ديكومنت اما ملف بيكون ملف بيدي اف لو كان موجود على المي دايف ممكن اختار هذا الابشن لكن انا حمله عندي على الجهاز حقوله سلكت عنا السي في وبوح انا باخطى وين مكان السي في موجود عندي وبنت الان نوع السي في مسلا سي في الترينا اعملها اوبن بيتم تحميل الملف المشاهدات ك Heroes ارتgicفات كل مي demos و مبنوح ان تحمل أك settled من ملف محد فسي تعمل ملف دي اف و únه تحميل ملف واحد طب لو قلت له انا مثلا بدي احمل ملف يكون من نوع فيديو. هاي في عندي مثلا اشوف مجموعة عمل الفيديو. اوح مثلا اخطاء هذا الملف. هذا ملف فيديو. احاول احمل هذا الملف. اعمله open. اسمه is not supported for upload. ممنوع تحمل انت هذا النوع من الملف فيديو. هذا النوع مش supported انك انت اتحمل. فاوكي حملنا على حسب الشرط اللي احنا حطناها هنقوله file upload. بعمل uploading الان لملف واحد سواء نوع pdf او نوع doc. هم فقط المسموحين ومسموح فقط ملف واحد انت بتحمله مش اكتر من ايه. بعد ما يحمل عندي الملف الان تم تحميل الملف. لو احنا على السؤال الاخير. احنا ممكن نحمل مجموعة من الشهادات. فبالتالي اقول له file upload. الان هيسمح الي ان احمل اكتر من نوع من الملفات. لكن في نفس الوقت لازم اكون انا ماخد بالي انه ممنوع يكون انواع تانية من الملفات. يعني ممنوع مثلا يكون عندي هذا الملف فيديو. لو احنا مثلا على ملف فيديو. وقلنا نحمل لي هذا الملف. حنشوف اذا كانوا يسمح الي هقول له all files. اقول له مثلا نحمل لي هذا النوع من الملفات. نختاه ملف يكون فيديو. اقول له open. ايش قال لي اسمح الي ان احمل احد الانواع المسموحة فقط. ما احمل اشياء تانية غير هيك. الان لو بدي احمل مثلا شهادة. له صورة حيسمح الي ان احملها. انا ضل الانواع المسموحة من الملفات. لو بدي احمل عندي ملف مثلا تكست حيسمح الي بهذا النوع من الملفات. لو انا بدي احمل كمان نوع ملف بدي اف. فحيسمح الي بهذا النوع من الملفات. فهذه الثلاث انواع المسموحة. هعمل لهم upload. الان بيحمل عندي هذه الثلاث انواع المسموحة من الملفات. تمام بعد ما تم تحميل الملفات الان بدي اعمل صمت لهذا الفورم. هشوف الان كيف بدي يصلني هذا الفورم اللي توه عبينا من شوية. يعني هذا الفورم اليوزر هو اللي راح يدحل الابليكيشن هانا من خلال هذا الفورم. لو جيت على عندي رسبونسيز. بلاقي في عندي طبعا رسبونسيز الاولاني اللي كان فاضي. هاي في عندي رسبونسيز تاني. اداني الاسم. واداني الجندة. اه لاحظوا انه هانا عندي اه واحد فقط اللي عبى النموذج ميل فبالتالي داني مية في المية ميل. اه لما احنا جينا سألنا السؤال عن السكينز. هاي الاجابة بالنسبة للهبز. احنا اختارنا فقط سويمينج. مكان السكن غازة عندي. تاريخ الميلاد الساعة. wake up in the morning. السي في. تم تحميل السي في. تم تحميل مجموعة الشهادات الموجودة عندي. وهكذا كل ما حدي عبي النموذج. ويحكو له تظهر عندي في خانة الرسبونسيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.